وصل الأمين العام للأمم المتحدة بانكيمون لقطاع غزة عبر معبر بيت حانون حيث استقبله وزراء حكومة التوافق الوطني وفور وصوله قام بجولة تفقدية للمراكز والمدارس التابعة للأمم المتحدة والتي تضررت في الحرب الاتفاقية التي تمت بين حكومة إسرائيل والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية يجب أن تأتي بمواد البناء وبمواد القطاع بحاجة لها قبل دخول فصل الشتاء أنا سعيد لأعلن لكم الآن أن الشاحنة الأولى التي تحمل مواد بناء ومواد أخرى قد دخلت اليوم قطاع غزة عقب هذه الجولة اجتمع الأمين العام للأمم المتحدة بحكومة الوفاق الوطنية حيث ناقشوا أهم الملفات المتعلقة بالإعمار وشؤون اللاجئين في غزة تباحثنا مع الأمين العام في كافة القضايا المتعلقة بالإعمار وعمل المعابر وإدخال المواد اللازمة بالسرعة المطلوبة كما تباحثنا في الأوضاع الاقتصادية الصعبة في القطاع عشرات الغزيين اعتصموا أمام مقر الأمم المتحدة في غزة احتجاجا على هذه الزيارة والتي يرون أنها جاءت متأخرة بعد 51 يوما من الحرب والمعاناة والتشرد وأن الأمم المتحدة لم تؤدي واجبها في العثور على المفقودين في قوارب الهجرة جايين الناشد بن كومون والناشد العالم خلق الإنسان العالم يشوفنا يدور على أولادنا أولادنا طلعوا في سفينة والسفينة مخطوفة منهم أطفال منهم نساء منهم شباب نعلمش أي حاجة عنهم الشهر الثاني ولا أي جهة مسؤولة علمتنا وأن أولادنا 45 قتيلا من المدنيين وعشرات الجرح من النساء والأطفال كانوا يحتمون داخل المدارس التابعة للأمم المتحدة بينما قتل 9 من موظفيها خلال الحرب الإسرائيلية الأخيرة على القطاع زيارة مهمة كون الأمم المتحدة شريكا مهما في إعادة الإعمار وستضمن سير العملية على أكمل وجه ولكن الغزيين المحتجين على هذه الزيارة يأملون أن تكون مواقف الأمم المتحدة هذه المرة حازمة اتجاه الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة من غزة مهى أبو الكاس فرانس فان كاتو